اشتركوا في القناة تحية الله للملائكة تحية الله للأنبياء وتحية الأنبياء لشعب الله السلام عليكم سلام لكم سلام لنا سلام يفيد في قلوبنا في بيوتنا في أفكارنا وفي كل مكان في هذه الحلقات لدينا ضيف خاص راباي هو شخص الرب يسوع المسيح تعامل معه وغير حياته وأعطاه حياة جديدة رأينا في الحلقات الماضية كيف تعامل معه الرب وكيف قبل الرب يسوع المسيح وكيف دخل الرب في حياته وسوف نرى اليوم رحلته مع المسيح راباي جيسون أنا سعيد جدا لاستضافتك مرة أخرى ولوجود في هذه الرحلة معك رحلة حياتك من خلال الكتاب المقدس ومن خلال عمل يسوع في حياتك من الرأي أن أكون معا أشكرك يا أخي أنا أستمتع بذلك جدا ودوما أقول إنه لمعجزة أن نجلس معا ونتحدث عن يسوع الذي غير حياتنا أنت تأتي من خلفية تختلف عني نعم وفقط لأن المسيح غير حياتنا نحن نتحدث سويا قال سنكون معروفين بمحبتنا بعضنا لبعض نعم ونحن نصلي من أجل تلك الوحدة في الروح وأن لا يكون هذا مجرد شيء نظري فقط عندما نكون واحدا في الرب سنصير أقوياء هذه رسالة طالما سمعتها منك بكل تأكيد نعم نعم دعنا نستكمل الحديث عن حياتك وشهدتك عن الله وعمله في حياتك وقد رأينا في الحلقة السابقة مقابلتك مع السيدة في نيويورك وحديثها عن الحق وأخبرتنا عن اختفائها بعد ذلك وقد قلت أن الأمر بدى وكأن الله قد أرسلها لك وقد أخبرتنا أن الرب ليس مجرد فكرة مجردة ولكنه شخص نعم بالتأكيد الشخص شخص يسوع وقد دعوتنا جميعا لأن نعرفه ونتلامس معه في هذه الحلقة أود أن أركز أكثر على القرار الذي اتخذته باتباعي يسوع وقد أخبرتني أنك يوما استقبلت مكالمة من شخص لم تتحدث إليه من زمن طويل واحد من أعزي أصدقائي وقد نشأنا سويا اسمه جون وكان زميلا لي في عصابة فليبينية كنت قد انضممت لها وقتا ما اتصل بي هاتفيا وقال لي جيسون لقد وجدت الحقيقة فقلت له جون أنا أبحث على الحقيقة ما هي الحقيقة التي وجدتها فقال لي أنا قد تأكدت أن يسوع هو الرب والمخلص فقلت له حسنا هذا جيد ولكننا خدنا هذه المناقشة من قبل وقلت له أنا يهودي فقال لي لا بأس اسمع منذ طفولتك أنت تذهب إلى مدرسة يهودية ولكن هل تعتقد أنك تستطيع التمييز بين المكتوب في العهد الجديد وبين التوراة الكتاب المقدس اليهودي قلت له بالتأكيد فقال دعني أقرأ لك آية وقرأ لي آية وتلك الآية كانت تتحدث عن الموت على الصليب فسألني عهد قديم أم جديد قلت هذا سهل فهذا قطعا العهد الجديد العهد الجديد فقال لي دعني أقرأ لك آية أخرى وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا وبحبره شفين فسأل لي هل هذا من العهد القديم أو الجديد من التوراة أم من الإنجيل فأجبت من الواضح أنه يتحدث عن يسوع هذا كلام عن المسيح فقال لا هذا هو إشعياء هو النبي اليهودي إشعياء يتحدث قبل المسيح بسبعمائة سنة هذا من سفر أشعياء الأصحاح الثالث والخمسون وبدأت الغيرة تستفزني لأنه كان صديقي من زمن ولم يكن يهوديا حتى وكان يعرف تلك النبوة عن المسيح أكثر مني واو 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 بالطبع يا أغضبك هذا الأمر كثيرا حسناً وماذا فعل ذلك بك؟ أدركت أن الأمر يتجاوز معرفتي بكثير واستطرد صديقي قائلاً يا جيسون لقد بدأت في حضور كنيسة ميسيانية أتود أن تأتي معي؟ فهذا مكان يرتاده يهود تابعون اليسوع كما يرتاده اليهود من الأمم فقلت سأكون سعيداً بالذهاب معك لا مانع عندي سيسعدني أن أذهب معك فذهبت معه في ذلك المساء وقد كان روحياً جداً وقد استمتعت بالمسيطة لم تذهب هناك من قبل أنا لم أذهب من قبل إلى كنيسة ميسيانية ولم أذهب من قبل إلى أي كنيسة فأنا لم أذهب إلى أي مكان سوى المجمع ولكن ليتك تخبرنا عن الفرق بين المجمع اليهودي والكنيسة الميسيانية فهؤلاء الموجودون بالكنيسة الميسيانية هم أيضاً يهود من الواضح أن الفرق الأول هو أن في الكنيسة الميسيانية يؤمن اليهود أن يسوع هو المسيح وهو مركز حياتنا ومعتقداتنا فنحن لا نؤمن فقط بالكتاب اليهودي والمعروف باسم العهد القديم وبالعبرية التناخ ولكننا نؤمن أيضاً بالعهد الجديد والذي يدور حول حياة يسوع المسيح وتلميذه تقصد جسد المسيح الذي نأتي منه نحن ويأتي منه هؤلاء الذين من خلفية اليهودية هذا صحيح حسناً فأنت لا تطلق عليها كنيسة نمطية لأنك لا لأنه عادة ما توجد صلوات بالعبرية ولازلنا نقرأ من الطورة ولازلت هناك بعض الأوجه التي تشكل جزءاً من التعبير عن الإيمان ولكن قبل أن نتحدث عن تلك الزيارة، بالطبع عندما كنت يهودياً، لابد أنك سمعت عن المسيحيين، ماذا كانت نظرتك تجاههم؟ نعم، بالطبع، كانت نظرتي هي أن أغلب المسيحيين المؤمنين بالكتاب المقدس لم يكونوا محبين للشعب اليهودي وقد شعرت بهذا وأنا أراجع تاريخ الشعب اليهودي لقد اتهدنا تحت اسم يسوع وتحت اسم الحملات الصليبية وقد حدثت أمور بشعة مثل الإبادات الجماعية، الهولوكوست وكنت أعرف أن الكثير من الشعب الألماني مسيحي ففي ذهني أنا أرى أن هناك تاريخاً سيئاً جداً عاشه اليهود وعانى منه بسبب المسيحيين فهذه الأمور جعلتني متشككاً بعض الشيء بشأن المسيح، بشأن يسوع إذن أنت كنت ترفض المسيحية دون أن تعرف يسوع بالضبط أعتقد أن هذا خطأ كبير حينما يخلط الشخص الاثنين معاً نعم أقصد أن المسيحية ديانة وحتى لو ارتكبت الكنائس العديد من الأخطاء على مر التاريخ ولكن ما نتحدث عنه هنا هو شخص يسوع وهذا ما يحدث الفرق إنه فرق كبير لا يمكنك حتى في الحياة لا يمكنك الحكم على شخص بناء على ما يفعله أطفاله أو بناء على ما يفعله شخص يعرفه فالناس لا يمثلون الشخص دائماً تمثيلاً جيداً أو دقيقاً فأدركت أنني أحتاج أن أكتشف المزيد عن يسوع لا عن الديانة فحسب فهي لا تكفي حسناً إذن دعاك جون إلى هذه الكنيسة المسياني فذهبت إلى هناك فهل تفجأت أم ماذا؟ نعم تفجأت أعني لأنها كانت لطيفة جداً ومختلفة عن تجربتي كلياً وما نشأت عليه كان هناك غناء أكثر وموسيقى شديدة التنوع فكان هناك أشخاص من شتى الخلفيات أتعرف؟ في المجمع اليهودي خلال نشأتي كان معظم الناس من اليهود هذا صحيح فكان هذا مختلفاً جداً ولكنني استمتعت جداً ولم أفكر في مدى علاقة هذا بي لم أفهم ذلك جيداً وفي نهاية الأمسية بدأوا في الصلاة كنت في حاجة لأي شيء يمكنني الحصول عليه لذا كنت سعيداً بأن أصلي لأنني أبحث عن الله لذلك صليت وقيل من يصلي هذه الصلاة لأول مرة يرفع يده أي صلاة؟ لقد كانت صلاة تطلب فيها من يسوع المسيح أن يأتي إلى قلبك حتى تتغير وتولد من جديد وهذا جديد عليك كان هذا جديداً بالنسبة لي لم أكن قد سمعت بهذه الصلاة من قبل ولم أفهمها بالكامل كنت سعيداً بأن أصلي وأن أرى ما سيفعله الله في حياتي لقد أردت أن أجده ولكن هل ربطت تلك الصلاة بيسوع الذي رأيته كملك نعم وبرحلتك وبرحلتك إلى السماء بكل تأكيد لقد كان لدي ذلك الاختبار وكنت أعلم أن يسوع حقيقي ففكرت بأن أدعوه ليدخل حياتي وأن أرى ما سوف يحدث نتيجة لذلك فكنت أعلم أنه قوي وأنه حقيقي نعم لذا صليت هذه الصلاة فقالوا لي أنني ولدت من جديد ولم تكن لدي أدنى فكرة ما معنى ذلك كنت سمعت عن أناس ولدوا من جديد فبدأت أفكر أن هذا لا يناسبني أنا شاب يهودي من عائلة يهودية لن تسعد عائلتي بذلك وقد تسببت في الكثير من المشاكل لأمي عندما ولدت أول مرة لذا فكرت الله وحده يعلم ما يمكن أن يحدث إذا ولدت مرة ثانية عندها فكرت لا يجب أن يعلم أحد بهذا لأنه عندما صليت قيل لي إن هذا قرار شخصي بيني وبين الله أحد القادة قال لي عندما طلب من الناس رفع أيديهم رأيتك ترفع يدك إذا لم تستطع أن تقف هنا من أجل المسيح فإنك لن تستطيع أن تقف من أجله في أي مكان وفعلت ذلك نعم وقفت وقبلت عددا من القادة الذين أعطوني أول كتاب عهد جديد أراه في حياتي وأخذته إلى البيت وكان صديقي سعيدا بأنني قد قبلت المسيح ولم تكن لدي أي فكرة عما فعلت وقال جيسون لقد كنت أصلي لأن أرى صديقا يهوديا يأتي إلى الإيمان ولكن لم أفكر أن يكون هو أنت ترى ماذا ضياقني أكثر كانت مفاجئة حقيقة أنه كان يظن أنني أبعد كل البعد عن الخلاص أو حقيقة أنه كان يصلي من وراء ضروري إنه أمر طيب أن يصلي أحد من أجلنا بكل تأكيد إذن فأنت تقول إنك في ذلك اليوم استطعت أن تربط كل شيء حدث بالمسيح إذن في ذلك اليوم اتخذت القرار باتباعه ما حدث هو أنني صليت هذه الصلاة وأعطوني الإنجيل نعم وذهبت إلى منزلي ولأول مرة في حياتي بدأت في قراءة العهد الجديد وهنا اتضحت الأمور بالنسبة لي ولأول مرة في حياتي قرأت كلمات يسوع الفعلية لا ما قاله عنه الآخرون ولا ما قالته عنه العقيدة اليهودية ولا ما قاله عنه القادة الروحيون الذين كانوا حولي ولكنني قرأت كلماته بنفسي وكانت فرصة لأتعرف عليه شخصيا وقد أصبت بالذهول وربما ذهلت بالأخص من كل نبوات الكتابية التي تحدثت عن المسيح وكيف ربطت بين العهد القديم والجديد وإحدى الآيات التي قرأتها في العهد الجديد كانت حرفيا هي ما قاله لي يسوع في ذلك اللقاء في السماء أحد الكلمات التي قالها لي قرأته بنفسي في العهد الجديد ولم أكن قد قرأته من قبل وفي تلك اللحظة قلت حسنا هذا حق هذا حقيقي يسوع هو المسيح وأنا ينبغي أن أدبعه وهنا تغير كل شيء فالقرار وكلمة الله هما الذين غيرا حياتك مكدا للرب ماذا تقول لأولئك الذين يقولون إنهم من داخلهم يريدون اتباع المسيح ولكنهم لا يستطيعون الوقوف نعم يرفعون أيديهم ولكن من داخل قلوبهم ومع أنفسهم هم بالفعل يريدون اتباعه ولكن لم يتخذوا موقفاً حاسماً ليفعلوا ذلك أعتقد أنه من المهم جداً أن تتخذ ذلك القرار صحيح وتلتزم به لا أن تصير فقط معجباً بالرب فأنا لدي الكثير من الأصدقاء على فيسبوك وهناك الكثير من المعجبين فالأشخاص لديهم صفحات فيسبوك وصفحات لمعجبيهم لا يكفي أن تعجب بالرب يجب أن تتبعه والتلميذ هو الشخص الذي يقوم حقاً بتعلم طرق الله ويسير فيها لأن ذلك هو الشيء الوحيد الذي سيغيرك أمين إذن بدأت تقرأ في العهد الجديد وبدأت تقرأ كلمات يسوع وبدأت تربط الأمور معاً بينما كنت تقرأه وبينما هو في العهد القديم وكذلك بدأت ترى النبوات وهي تتحقق نعم نعم كأن نوراً قد أضاء أمامي وارتبطت الأمور ببعضها واو ثم كيف اختبرت الصلاة والأمور الروحية كيف وضعت إيمانك موضع التنفيذ؟ أخبرنا أولاً أدركت أن الله حقيقي جداً الله هو المحبة لدرجة أنه يريد أن يحبنا ويتلاقى معنا جميعاً وأنه يريدنا أن ندخل حبه وحضوره وقوته وصلاحه إلى حياة أناس آخرين فهو يريد أن يباركنا وأن نكون نحن بركة فبعدما اكتزت في تلك الخبرة كان لي صديق عزيز وقد كان مشرداً من مدينة نيويورك وقد كنت أطعم مشردين وقد اتصل بي هاتفياً قائلاً أنا خائف بشدة لقد كنت أنام بالخارج في الشتاء في حي الصينيين وقد أصبت بتثلج في الأطراف من الركبتين حتى القدمين أخبرني الأطباء أنهم يجبوا أن يقوموا ببتر الساقين هل يمكن أن تتخيل إنسان مشرد في نيويورك بدون ساقين؟ فقال لي يا جيسون أريدك أن تأتي لزيارتي فأنا لا أعلم ماذا أفعل وكنت قد قرأت للتو سفر الأعمال وقتها وأدركت أن الله هو أفضل طبيب وأنه يستجيب إلى الصلوات بطرق عجيبة يمكننا أن نتكلم مع خالق الكون وكاشفه ومخلصه وهو سيستجيب لنا هذا إيماني فذهبت إلى المستشفى وكان صديقي هناك ووضعت يدي عليه وصليت من أجله وقلت ليس لي فضة أو ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح النصري قم فإذا به يشفى ويؤمن بالرب ويخرج سائرا على قدميه بعد أسبوع فقط وتأكدت وقتها أن يسوع حقيقي وأن الرب لم يكن مجرد مفهوم نظري ولم يكن مجرد بعض المعتقدات ولكن يمكنه حقا أن يظهر ويلمس حياة الناس إذن فقد رأيت واختبرت نعم وهذا ما نحتاج أن نفعله عندما نعرف الرب كانت تلك لحظة حاسمة تماما بالنسبة لي إذ أعقب ذلك حدث مهم وجدت أمي كتاب العهد الجديد الذي كنت أخبئه في غرفة نومي وصرخت ما هذا الذي وجدته في غرفتك هل كان ذلك مشكلة؟ بالتأكيد لقد كانت مشكلة مشكلة كبيرة أمي بدأت تشك فيه فقد كانت تظن أني فقدت إيماني وربما قد انضممت إلى دين غريب وقالت لي سنذهب إلى الراباي سنذهب إلى الحاخام يجب أن تتحدث إليه لذا فقد كان هذا مشكلة كبيرة وهل ذهبت لمقابلة الحاخام؟ لقد ذهبت لمقابلة الحاخام وأحضرت معي هل كنت تعلم؟ بالطبع كان لديك توقع لما سيقوله لك أو أنه كان سيحاول أن يعيدك إلى الطريق الصحيح فكانت معي التوراة أو الكتاب اليهودي وقمت بتخطيط كل الأجزاء التي كانت تتحدث عن المسيح لذا فعندما سألني كيف لي أن أؤمن بذلك فاليهود لا يؤمنون بأنه المسيح وبدأ بمشاركته ببعض الأسباب لذلك قلت له اسمعني جيداً هذا ما يقوله الكتاب وقرأت له ما ذكرته سالفاً في إشعياء 53 والذي يذكر أن المسيح سيرفض ويعاني ويموت من أجل خلاصنا وغفران خطايانا ولم تكن لدى الرابع إجابات قوية لما قد شاركته به وهذا أعطاني ثقة أكبر أن هذا كان القرار الصحيح نعم فأنت تشجع الناس أن يبحثوا وأن يسألوا الله وأن يقرأوا بالتأكيد لا أن يسمعوا فقط عن شخص ما أو عن شيء ما ولكن أن يجعلوا ذلك أمراً شخصياً أعتقد أن ذلك أمر مهم لأن الله يريد من البشر أن يطرح أسئلة ينبغي أن لا نكون خائفين من طرح الأسئلة إذا كان هذا الإيمان حقيقياً فسوف تكون هناك إجابات حقيقية ويجب أن نعرف ما نؤمن به ولماذا نؤمن به نصارع مع تلك الأمور لأن هذه هي الطريقة التي نتقوى بها وبهذا نعرف الحقيقة نعم إذن هكذا بدأت رحلتك مع قراءة الإنجيل أو مع العهد الجديد وكذلك بحدوث تلك المواجهة مع الأسرة فكان الأمر مصدر تحدي كبير ولكن الله يصونك فالطريقة التي يختارها صحيحة فتلك المعجزة التي ذكرتها وكذلك الربي الذي لم يستطع أن يقنعك بشيء آخر وقد تغيرت حياتي تغيرت بالكامل بكل تأكيد وقد علمت بدون أدنى شك أن يسوع المسيح حقيقة وأن علي أن أعيش حياة أحبه فيها وأبذل قصار جهدي لأنشر رسالته وأساعد آخرين ليختبروه مثله أنا أود جدا أن تصلي معنا الآن وخاصة من أجل الأشخاص الذين يشبهون صديقك والذين يمرون بصعوبات ومن يحتاج الشفاء والذين يحتاجون إلى أن يغير الله حياتهم فإذن أنت شخص يهودي يتبع يسوع صلي من أجلنا ومن أجل أولئك الذين يمرون بأوقات صعبة وسنقول كلنا معا أمين والله سيتعامل معنا تفضل حبيبي أنا أريد أن أشجعك بينما نستعد للصلاة معا أنه مهما كانت حالتك أو ظروفك فالله يريد أن يظهر في حياتك ويريد أن يلمسك ولا يهم مدى صعوبة الموقف ولا يهم إذا كان ذا صلى بالعلاقات أو بالعواطف أو إذا كان مديا أو كان صحيا إن عمل الله هو صنع المعجزات هو أمس واليوم وإلى الأبد فما فعله من أجلي وما فعله من أجل أولاده وبناته على مر التاريخ سيفعله لك لذلك أعلن تلك البركة على كل واحد ليحل الله عليك بسلامه ورحمته وصلاحه ولطفه أصلي أن يحل الله عليك بسلامه ورحمته وصلاحه ولطفه وأنا أطلب الآن يا رب من فضلك تعال الآن باسم يسوع أنا أصلي من أجل شفاء كامل أصلي من أجل شفاء كامل أصدقائي الآن أصلي يا رب أن تلمسهم وأصلي إذا كان المرض عضويا أن تشفي جسدهم الآن وأصلي من أجل الضغوط النفسية والقلق والمخاوف والشكوك أن تنكسر الآن أنت الرب أنت من يشق بحورا وأنت من يسقط أصوارا فنحن نطلب منك الآن من أجل سقوط كل تلك الأشياء من أجل أن يأتي صلاحك وبركتك وشفاءك وكمالك إلينا جميعا هنا الآن وها أنا أعلن تلك البركة ليباركك الرب ويحرسك يرفع الرب وجهه عليك ويرحمك ويمنحك سلاما يباركك الرب ويحرسك يرفع الرب وجهه عليك ويرحمك ويمنحك سلاما سلاما يليق بصلاح الله سلاما يحيط بنا جميعا ويمنحنا البركة ويمنحنا وداعة سلاما لا يبقى شيء ناقصا أو مكسورا باسم يسوع المسيح باسم يسوع المسيح رئيس السلام والآن هو يعطيك هذا السلام الذي يفوق كل عقل والذي يحفظ قلبك وأفكارك أمين 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 أشكرك جدا من أجل صلاتك من أجلنا وأنا مقتنع أن الله سيحرك قلوب الأشخاص أنت اتخذت قرارك وقرأت الإنجيل هل كنت تدرك التغيير الذي كان يحدث في داخلك؟ أو نعم كنت أشعر حرفيا أن المعجزة الأولى التي قام بها المسيح في عرص قان الجليل يحنى إصحاح 2 هي أنه حول الماء إلى خمر وأحد أسباب قيامه بها أن موسى كانت معجزته الأولى تحويل الماء إلى دم ولكن المسيح لم يأتي لكي يقلب الموت بل لتكون لنا حياه لذا فهذا ما يفعله الله هو أخذ شيئا وهو الماء أي مين بالعبرية وحوله إلى يين أي خمر فالماء هو مادة عادية فلدينا بعض الماء أمامنا هنا فهو يحول الشيء من مجرد شيء عادي إلى شيء ذو قيمة أكبر بكثير قام بتغييره إلى شيء مختلف شيء فائق وغير عادي وهذا ما حدث معي عندما لمس الله حياتي حولني من ماء إلى خمر من العادي إلى غير العادي تغيرت بشكل كامل تماما في طريقة تفكيري وفي نظراتي للعالم وفي خبراتي وفي طريقة معاملتي لوالدي وفي طريقة محبتي للآخرين تغير كل شيء تماما بسبب ذلك واو مجدا للرب مجدا للرب وهذا في الواقع هو صلاتنا ورغبتنا أن يأتي كثيرون لمعرفة الرب المخلص عندما بدأت في قراءة العهد الجديد أخبرني هل كنت تقرأه بترتيب معين سفرا سفرا؟ كيف بدأت فيه؟ قد بدأت من البداية نعم ماتة، ماركوس، لوقة، يوحنى، أعمال الرسل وقد بدأت في قراءتها ثم صارت لدي رغبة شديدة في أن أغوص في أعماقها وأن أفهم معانيها العميقة أعتقد أن جزءا مما أشجع عليه وأتمنى للأشخاص أن يختبروه وما حدث للتلميذين بعد موت المسيح فقد كانا في الطريق إلى عمواس وعندها كانا سائرين في حالة إحباط أنت تعرف حالتهما بالطبع فقد كل شيء وقد فقد من آمن أنه المسيح والمخلص وظهر لهم المسيح متخفيا وفتح لهم الكتب وأظهر لهما كيف أن كل ما كان مكتوبا قديما كان يشير إليه فقالا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا هناك أعماق من الفهم والربط اجتمعت معا وكنت أراها تلتقي سويا وقد جعلني ذلك متحمسا للقراءة ولدراسة الكلمة المقدسة وقد غير ذلك كل شيء إذن فالرحلة هي يسوع المسيح بالضبط كل يوم تكلم معه وصلي له الصلاة الترنيم العبادة الدراسة مباركة الآخرين حياة الشركة وعلاقات الشركة كلها أمور شديدة الأهمية نعم وعندما تكون علاقتنا معه جيدة يمكن أن تكون لنا علاقة بعضنا ببعض كما نفعل الآن أرى أن الطريقة الوحيدة لأن أحبك بصورة عميقة وذات مغزة هي معرفتي بحب الله وثقتي في غفرانه وثقتي في لطفه فإذا كان هو يعاملني بتلك الطريقة فكيف لي أن لا أعامل الآخرين بنفس الطريقة لم أكن لأتخيل نفسي جالساً هنا معك بخلفيتك وبخلفيته حدث هذا بفضل محبة الله آمين آمين فنحن نرى هنا الله الذي غير حياة رباي جيسون يسوع الذي قابلني وغير حياتي وأعطاني منظوراً جديداً والذي جعل هذا اللقاء ممكناً قابله أنت أيضاً لأنه يريدك ويبحث عنك آخي جيسون شكراً لك شكراً وقريباً سنواصل حديثنا أنا أحبك يا آخي أنا أيضاً أحبك شكراً شكراً شكراً